الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين العافية من أعظم نعم رب العالمين أن يعافينا في أبناننا وفي أبنائنا وفي حياتنا نعمة عظيمة بيّنها سيدنا هود لقومه حينما قال لهم وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ يَزِدُكُمْ عَافِيَةً إِلَى عَافِيَتِكُمْ العافية من النعم التي نخدع فيها للأسف يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يُخدع فيهما كثير من الناس لا يدري بهما إلا بعد فقدهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس قالوا ما هما يا رسول الله قال الصحة العافية نعمة الصحة لا ندري بها إلا بعد أن نتألم فسرعان ما نتمنى أن لو ترجع الصحة والفراغ الوقت من أغلى ما منحه الله لنا الوقت الذي ينبغي أن نستخدمه فيما نحقق فيه آمالنا وأحلامنا وسعادتنا في الدنيا وفي الآخرة لا أن نتفنن في تضيعه ولا أن نتجر من طوله فنعمة العافية من أجل ما تكون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نواضب على الدعاء ندعو الله دائما بأن يعطينا العافية النبي صلى الله عليه وسلم صعد في أحد الأيام على المنبر وبكى وقال لمن معه سل الله العفو والعافية لماذا يا رسول الله قال فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية أعظم عطاء بعد اليقين العافية فسل الله هذا الأمر بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل أنواع الدعاء أن تسأل الله العافية قال صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد زيد في بلائهم رأى في أحوالهم كثير من البلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية ولذلك لابد أن تعجل في سؤال الله العافية تعجل لابد أن تكسر أن تسأل الله العافية يحفظ عليك صحتك يحفظ عليك أبناءك يحفظ عليك حياتك فتكن كما قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه آمن يذهب أينما شاء يحل ويرتحل ويأتي في أمان وأمن في أي وقت ومتى شاء من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده نعمة العافية يستمتع بما يأكل يستمتع بحياته لا تنقص عليه عنده قوت يومه لا يحتاج لأحد فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كما ذكر سيدنا أنس ما يسأل الله العافية بالليل وبالنهار في الصباح وفي المساء وكان من ضمن دعائه اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سله العافية وسر في طريقها كن من أهل الهداية فيعافيك جل وعلا ويجعلك من أهل الرضوان والمحبة والإكرام يحفظ عليك صحتك ويحفظ لك أبنائك ويجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة فاللهم اجعلنا من أهل العافية يا كريم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ترجمة نانسي قنقر